هي أول لوحة في التاريخ ستحتاج إلى الفوتوشوب بهذه العبارة الساخرة انتقد أحد المغردين على تويتر اللوحة الأولى التي رسمت للأميرة كيت ميدلتون والتي أثارت بعد كشف النقاب عنها موجة كبيرة من الجدل حيث جاءت غالبية الأراء غير محبذة وهذا ما بدى واضحا عبر مواقع التواصل الاجتماعية التي اعتبر خلالها البعض أن اللوحة تظهر كيت أكبر من سنها بخمسة عشر عاما فيما قال البعض الآخر أن اللوحة باهتة ومملة وهي أشبه بالصور الفوتوغرافية وفي المقابل وصف بول أمسلي وهو الفنان الذي اختارته كيت بنفسها ليتولى هذه المهمة وصف عند رفعه استطار عن اللوحة الدوقة بأنها إنسانة رائعة وأنها طلبت أن يرسمها على حقيقتها أما كيت وخلال زيارتها للمتحف الوطني لمشاهدة لوحتها الرسمية في جلسة خاصة خصصت لها ولزوجها وأفراد عائلتها فعبرت عن ساعدتها الكبيرة باللوحة قائلة إنها تبدو على طبيعتها وهذا ما أرادته كذلك عبر الأمير ويليام عن امتنانه للفنان واصفاً اللوحة بأنها رائعة